النابل به زينابل النابل اهير زينابل سنة نصر الجوية الباسكيت عال عال اليوم انتهى صار مهم أمام فريق ندي بن زرط الجمعيني سأيبينز بالضبط أول حاجة مرحبا بكم سيمو حامد تعرف أن تصارت كل مهمين في حياة العبد معنا هذي جولة من الجولات اللي لزمنا نكونوا فيها كل عادة متصدرين الحمد لله من أنتري جرون ماتش بالنسبة اللي هنا شرتو تعطي ساحة المدرب عمل على جل اللاعبات اللي جايوا اليوم وديم مباراة هذو ما نحضر فيهم للديمي فينال والفنال تعال الكأس البطولة إن شاء الله شفتوا عندما فريق بن زرط فريق تبارك الله اللي يستهينوا بيه معتا فريق تعرفوا كل تير كابلة في فتيات بن زرط بالمناسبة هذين عابوا نشكروا سي لطفي سفيقسي اللي هو مسؤول على كرة سالة في بن زرط وحمد لله ربي عملنا هنجرون ماتش وانتصار نتيوه الي الجمهور بتاعنا وكب شفتوا اليوم الجمهور اللي جاء وشفتوا الناس اللي واقفة معنا وإن شاء الله ربي معنا إن شاء الله سنس البسكيت كذلك سمعنا في البريود الأخرانية نفهم شوية مشاكل وكانت فصل هنا أكثر سنسل شرتوه أنه نهاية الموسم والبوديوم ديما مطلوب بالنسبة للكومنتوم والجمهور نيد سفيقسي والله كما تعرف أنت تونس وندي سفيقسي وكورة السلة بالذات تعاني بمرشة بشكل مادية نحاول إن شاء الله معنا لبنائت الجمهور تعديت كل الذمر والظروف اللي تعدين بها الكل كما تعرف أنت سبعة شهور لبنائت مخذيوش ساليرات متاحهم أنا بلي نقدر وبلي نجم بلي كما نقوله تحيلت على روحي تحيلت على أصحابي تحيلت على الناس الكل بش حاولت نسد ذيك البرتي صغيرة نجم نسدها مي بورلي سالير البنائت عندهم سبعة شهور تهو ما أخذيو حتى السالير مشكور سيلوت سي عبد الناظر عن طريقه المسؤول الأول بعد هو سي عبد مجيد العودني اللي ما تصل بيه وعطينا مبلغ معين لا يستهنوا بهي مش عداول الأزمة بتاعنا هذه وعندنا قلق برسة شهرة ذاية إن شاء الله بيش يعطينا بش يكمل يعطينا لو ماكسيموم ولا نقوله احنا لو مينيموم المستحقات لبنائت بيش نجموا نكملوا نقدموا خد تعرفوا أنتم الفترة جاية هي أسعب فترة بالنسبة لبنائت نلعب على جوج واجهات ان باراليل بالنسبة لنا البنائت يلزم ما يكونوا مينيموم خالصين في قسط كبير من مستحقاتهم وبالمناسبة هذه كما قلتك نشكر سيلوت عبد ناظر سي عبد مجيد العودني اللي باتصال شخصي بي اليوم قاعدنا وحكينا وحاولوا نتعدى والأزمة هذه إن شاء الله هيبا اللقاء اليوم انتصار نتسيق سيك العادة كيف ما عودتون الحمد لله يا ربي كيف العادة انتصرنا وإن شاء الله ديما هكيكا كيف ما عودناكم أقبل إن شاء الله ديما نربحوا بيكوار كبير ونشرفوا جمعية الكل زاك الحمد لله ربحنا عملنا اللي علينا ما زل نحضروا للماتش الجي كونتر البوليسية ما زلت شمبيوناتويلة إن شاء الله ربي وفقنا وإن شاء الله ربي معنا كوتش اللي قال الأسبوع ونهاية هذا الأسبوع قبل الدمي فينال وقبل البطولة وطنية ومسابقة كأس تونس ينتهي بنتصار نيدرالسفيقسي بسكور مهم ومهم جدا يخليكم مرتاحين أكثر في بقية المشوار شوفنا اليوم نجمو قوله فترات متعددة في نيدرالسفيقسي ما كنتش مقتنع مية من مية بالمستوى اللي قد موه ما أنا عذرهم في جمعة ذي يمكن نقول لك خدمنا برشة سباح وعشية بيت فتيق متاع البريود الأخرى لكل كيف 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 ما قلت لي أنتي معناها تواه حتى اللي يبين ما عندهمش علم بالأمور المادية قلقوهم نوعا ما جمعة كاملة على عصابهم أثر نوعا ما على المردود نيدرالسفيقسي ما يعنيش اللي حمدولله على الانتصار مهم يخليك في الصدارة مع فارق نجمو قوله محترم يخلينا ديما نكونوا لولين وإن شاء الله ما زالت قدامنا خدمة كبيرة برشة خاطر ما زالت نصف نهيئي كما قلت لي ما زالت مقابلة تخرينا بتع بطولة همين خاطر نعرف البطولة ما زالت طويلة شوية ومازال عنا تحذيرات كبيرة وكاور بمعنى نيدرالسفيقسي لعب على التتويجات تصير مشاكل في الفراق الكل نيدرالسفيقسي فريق كبير الحمدولله وفي يومين تخطينا المشاكل هذه إن شاء الله نرجعوا بروح أخرى ونقدموا مستوية خير من هكا خاطر نيدرالسفيقسي أصحيح بشين تصرر مازيز مزيدة يقنع بلايبين الكبار كيف كيف بلايبين الصغار وحظ صعيد الجماعي نسيئة ببنزرد ترجمة نانسي قنقر